وخلال ترأسه لوفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين أكد سعادة النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تعمل على تكثيف أطر التعاون الإقليمي والدولي لترسيخ السلام وتعزيز الاستقرار العالمي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية وفي كلمته التي ألقها خلال الندوة الإقليمية لعام 2024 حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة لبرلمانات البلدان النامية المنعقدة في العاصمة الصينية بكين أكد أن المملكة تسعى للمساهمة في كل ما يدفع بعجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتعاون البناء لإيجاد الطرق السلمية والدبلوماسية لحل مختلف القضايا ذات الاهتمام المتبادل على مختلف الصعود ترجمة نانسي قنقر